برنامج بريدي مع الأستاذ ياسر لحزامي رسالة من عاشق بقلم الأستاذ ياسر إلى من يهمه الأمر إلى كل عاشق مجروح القلب وتائه في الغرام ضيع الدرب لن أحكي لكم قصتي فدموعي ستبلل الأوراق ولكنني سأعطيكم خلاصة تجربة عاشق بل غارق في بحر الحب كنت عالي الهمة منشرح الصدر وصولا مع الجميع لدي هوايات أحبها وأماكن أزورها وصداقات أعتز بها حتى أطل علي من نافذ الصدفة فتعرفت عليه وانجذبت بقوة نحوه وشيء شدني إليه لا أدري ما هو ولكن محكمة القلوب لا تنتظر الأدلة فأصبح همي فيه وهمتي له وصدري يضيق إلا معه وذاكرتي تتنفس مواقفه لا صوت إلا صوته ولا شيء جميل إلا في حضوره في وحدتي أتذكره وبين الناس أفكر فيه وفي لحظات السعادة أتمنى وجوده خيالي معه روحي معه فكري معه حتى قلبي طار ليتبعه ما أجمل حياة العشاق لهفة لقيا وحرقة فراق ورقصة قلب على مغمة الأشواق هكذا كانت البداية كل شيء كان جميلا كوجهه ولكن لا أدري ما حدث أصبحت أقترب فيبتعد أشتاق فيحتاط أنتظره فيتخلف أتذكره فينسى ردوده أصبحت سريعة ونظراته لم تعد بريئة كانت أرواحنا متصلة والحديث بيننا بالرموز قلبي لا يعرف سوى لغة الحب وعينه تجيد كل اللغات فأعرف ما يريد قبل أن يتحدث كان بها يستضرف ويمزح ويلمح ويشرح ويستر ويفضح ويغضب ويسمح والآن لا ينظر لي بها إلا ليجرح مؤلم أن تجلس مع من تحب وتشعر بالوحدة وتنظر إليه فلا تعرفه مؤلم أن يتغير عليك ليجبرك على الرحيل ويقص عليك لتختار أنت الإبتعاد ويصد عنك ليتهمك بالنكران أصبح حبنا من طرف واحد وأظن كرهنا أيضا من طرف واحد مؤلم أن تجد نفسك بين أمرين أمر يرفضه قلبك وأمر يفرضه واقعك فتلجأ للبكاء لا هي تحسنت ولا هي انتهت هي في المنتصف فالعودة مستحيلة والتقدم مرفوض والبقاء مؤلم قررت أن أحبه بشكل أقل فتعلقت به أكثر قررت المصارحة فخانتني العبارات قررت المواجهة فخنقتني العبارات يعدني قلبي عندما يلقاه أن يتماسك فتعجز الحروف أن تصمد والدموع أن تصمد أحاول أنا أن لا تكون هذه اللحظات آخر مشهد بيننا ويحاول هو إنهاء القصة بسرعة ليتفرغ لكتابة قصته الجديدة مع شخص آخر مؤلم أن تنشغل به وينشغل هو بغيرك أن تحبه في العلن ويحب غيرك في الخفاء مؤلم أن تبحث عنه فيختب وأن يعتذر بالانشغال وهو متك مؤلم أن تبحث عن موعد معه فلا يمكنك وأن تحضر في الموعد فلا يتذكرك أن تتفرغ للجلوس معه ويتفرغ هو للنظر إلى ساعته وهاتفه أن تنفجر أمامه فيرد بابتسامة أن تنهار من البكاء فيكتفي بالصمت تركت يده لأرحل فلم يمنعني هددته أنني لن أعود فلم يسمعني فتركته ورحلت فضاقت بي الدنيا ولم تسعني هذا هو العشق بدايته حب وحنين ونهايته آلم وأنين يا من تقرأ رسالتي احذر أن تمر بحالتي احذر أن تحب من لا يستحق فإن وجدت من يستحق فاعطه كلك وتحمل أن يعطيك بعضه اقترب منه حتى لا يرى سواك اسقه قبل أن يعطش فيطلب الماء من غيرك أعطه قبل أن يطلب امسك به قبل أن يفلت الحق به قبل أن يبتعد ليتني تعلمت درس الحب قبل اختيار القلب آه من غائب لن يحضر ومشتاق لا ينسى رحلت فلا شيء يحلو لدي إذا ما مضيت مضى كل شيء مرحبا بك أيها العاشق الغائب عجيب أمر رسالتك ففي طيات سؤالها صواب وجواب وعذاب سأرد على رسالتك ولا أدري أتصلك أم لا ولكني على ثقة بأن من سيقرؤها سينتفع بها بإذن الله لأنها تتحدث عن الحب الحب يا صديقي سيد المشاعر وبلسم الجراح وركيزة الأخلاق الحب نبض الحياة ولغة الكون وميزان التعايش الحب يا صديقي شريعة وعقيدة والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنه ولن تؤمن حتى تحابه منه ما هو فطري ومنه ما هو اختياري ومنه ما هو محمود كحب الله وما يحب الله ومن يحب الله ومنه ما هو مذموم وهو عكس ذلك الحب يا صديقي إطار لمشاعر الحب يا صديقي سيد المشاعر القبول والميل والانجذاب وله مراتب متعددة يزداد بازدياد الدوافع وقربها وحدوثها من مراتبه سدم ووله وغرام وحنين وشوق ووجد وود وصبابة وهيام وشغف وكلف وتعلق ومن مراتبه العشق وشتان بين الحب والعشق الحب كالكرم والعشق كالإسراف والتبذير إنه حب تجاوز الحد وميل أفرط في الانجذاب وشعور حجب الحقيقة الحب يا صديقي عافية والعشق يا رفيقي مرض وأنت واقع في هذا المرض الحب دواء الروح وبلسم الجروح والعشق رمز الجنوح وسكين المذبوح الحب يجعلك أجمل والعشق يجعلك تذبل الحب خلق وذوق وأدب والعشق اضطراب ومرض لا أجر فيه ولا عوض الحب علاقة الأرواح والعشق علاقة الأجساد الحب رقي سماوي والعشق حطاط أرضي والحب حياة متجددة والعشق ميتات متعددة الحب عذب والعشق عذاب العشق امتلاء قلب فارغ وشبكة رميت على نفس غافلة العشق استحسان مع طمع وانجذاب بشهوة العشق طعام شهي مسموم وحقل مزدهر ملغوم ورحلة في قارب محروم وليلة مقمرة غطتها الغيوم العشق وردة صناعية بلا رائحة وعلاقة مضطربة جائحة العشق إفراط في الحب وغلو في الميل إنه مرض وبلاء وهم وعناء تولع بالحب حتى عشق فلما استقل به لم يطق رأى لجة ظنها موجة فلما توسط فيها غرق العشق رحلة ترقب وحنين وألم وحرقة وقلق وما في الأرض أشقام من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو لاشتياقه فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق فتسخن عينه عند التناء وتسخن عينه عند التلاقي الحب خيط من حرير رقيق دقيق لكنه إن تحول إلى عشق التفع على العنق وخنق الحب يا صديقي من طرف واحد تعلق ينتظر السقوط وعلاقة مريضة تحتضر إنه نصف شعور ونصف قلب ونصف حلم ونصف حقيقة إنه مجموعة آلام من أجل لحظة مؤلم أن تحبه بكل ما تملك ويحبك بالجزء الذي تبقى منه مؤلم حين تكتشف أنك خارج حسابات قلبه وأرشيف ذاكرته محزن أن لا تجد من يحبك ومؤلم أن تحب من لا يحبك أن تنتظر شخصا ينتظر شخصا آخر أن تكتب له ويكتب لغيرك أن تنظم القصائد فيه فيقرأها على غيرك أن تتحدث إليه ويتحدث عنك مؤلم أن تقدم قلبك رغيفا لمن قرر الحمية عنه مؤلم أن تكتشف أنك كنت ترسم أحلامك لأعمى وتصف مشاعرك لأصم وتكتب معاناتك لشخص لا يجيد القراءة مؤلم أن تصافحه بحرارة فيصفعك بالاستغراب أن تسأل عنه بعفوية فيجيبك بتحفظ أن تطير إليه بشوق فيقص أجنحتك باللا مبالاة مؤلم أن يقلب رسائل الشوق والبوح بكل ملل مؤلم أن يتفاعل مع الجميع ويتجاهلك مؤلم أن تجلس معه وتشعر بالوحدة مؤلم أن يوهمك أنه قلبك النابض ثم يتوقف فجأة لتموت بالسكتة القلبية مؤلم يا صديقي أن تمد يدك إليه لينتشلك من بحر حبه فينظر إليك ببرود وأنت تغرق مؤلم أن يكون الحبل في يده ثم لا يرميه إليك مؤلم أن يؤلمك من كنت يوما تخشى عليه من الألم ويحزنك من كنت يوما منصة أفراحه ويتجاهلك من كنت يوما مركز الكون عنده مؤلم أن تقطع فيه نفسك فلا يجمعك وتنادي بأعلى صوتك فلا يسمعك وأن تهدده أنك سترحل فلا يمنعك لا ترمي بعضك في طريق رحيله ما كان يرغب لو رأى أن يجمعك ما عادت الآهات تعصر قلبه ما عاد يعنيه النداء ليسمعك لا تسكب العبرات في آثاره ما عدت تعنيه فوفر أدمعك مؤلم حين تسقط من عينه ولا يسقط من قلبك مؤلم أن تصل معه إلى نقطة لا يمكن لك التراجع ولا المتابعة مؤلم أن تنتهي العلاقة ويستمر الشعور أن يقطع الجسر وتصر أنت على العبور أن يختفي تماما وتستمر أنت في الظهور هذا هو العشق ثوب متعة ممزق وقارب سعادة يغرق إنه مجموعة آلام من أجل لحظة أيها العاشق كل ذلك مؤلم والمؤلم أكثر أن توافقني فيما قلت وتخالفني فيما سأقول أن توافقني في كل الآلام التي ذكرت ثم تستمر في تعلقك وعشقك تمر العلاقة يا صديقي بثلاث مراحل مرحلة الميل والانجذاب ثم مرحلة التعرف والاكتشاف ثم مرحلة التكيف والاستمرار مشكلة العاشق في المرحلة الأولى عندما يزداد الحب فيتحول إلى عشق وتنحرف العلاقة فتتحول إلى تعلق عندها تتوقف رحلة العلاقة في المرحلة الأولى فلا تبصر العين العيوب ولا ترى الكمال إلا في المحبوب فينزه عن النقص وتتعلق به النفس حتى إذا انتقل إلى مرحلة التعرف والانكشاف لم يتحمل أحدهما مرارة الحقيقة وصدمة الواقع فينسحب أو يتغير وأي علاقة تتحول إلى تعلق يقصر عمرها وأي علاقة تزيد في شدتها تقل في مدتها ليست المصيبة يا صديقي في الحب بل في العشق وليست المشكلة في العلاقة بل في التعلق فمن ذاق تاق ومن شرب من العشق ضمئ ومن تعلق بالمعشوق سقط ومن علامات العشق والتعلق كثرة التفكير في المحبوب عند غيابه والتركيز عليه عند حضوره وحب التملك له والعناية الزائدة به والغيرة المفرطة عليه فتصبح حياة العاشق مقرونة بحياة المعشوق ومشاعره تبعا لرضاه ورؤيته ورأيه وكلماته إنها عبودية قلب وزنزانة روح وخضوع عن رضا لا فرق يا صديقي بين الرق والعشق فالأول تقييد للحرية والآخر تقييد للسعادة إن غاب غاب فرحك وإن حضر حضرت عنايتك وإن تحدث مع آخر وثبت عليهما غيرتك مشاعرك رهينة حضوره وغيابه ومعنى الوجود ينحصر في وجوده فتلتصق به أكثر وتقترب منه أكثر وتتواصل معه أكثر حتى يمل ويتضجر فتحبه وتحبه وتحبه حتى يكرهك فينادي بأعلى صوته أرجوك أعطني فرصة لألتقط أنفاسي أتركني لتملكني أعطني فرصة لأشتاق إليك ابتعد عني قليلا لأراك فالحب اشتياق للتصاق جمال الحب يا صديقي في نسمته لا كثرته وكمال الحب في مدته لا شدته مشكلة الحب يا صديقي إذا كثر ومشكلته الأخرى أن القليل منه لا يكفي فنستكثر منه هو كالماء قليل منه ينقذك وكثير منه يغرقك تقول العرب زر غبا تزداد حبا أي قلل زيارتك ليزداد حبك ويرتفع قدرك ولا تكثر فتمل ولا تزيد فتقل العلاقات الناجحة هي من تقدير المسافات فلا تبتعد حد الجفاء ولا تقترب حد الملل كن بين بين لا قريبا من أحد ولا بعيدا عن أحد عش معهم ولا تعش من أجلهم خفف العلاقة لتستقر وقلل التواصل ليستمر لا تندفع وتحرق أوراقك في بداية سباق العلاقة حتى لا تتوقف في المنعطف الأول لا تقدم كل شيء فلا يبقى للمفاجآت نصيب فيحضر الملل ويعم الصمت أرجاء المكان لا تقطع المسافة كلها فيكتفون دوما بالانتظار لا تفعل المستحيل لشخص لا يفعل لك الممكن لا تعطي باستمرار ولا تقدم كل شيء ولا تمنح دائما ولا تبذل كثيرا فتذبل لا تغضب ولا تستغرب حين تنفجر العلاقة في وجهك فأنت نفخت فيها فوق حجمها العلاقات يا صديقي لعبة بين طرفين فمنحني الفرصة لألعب ولا تفعل كل شيء من أجلي حتى لا أكره اللعب معك العشق هو اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان يكسبان معا أو يخسران معا الصداقة يا صديقي قد تتحول إلى عشق ولكن العشق لا يتراجع ليصبح صداقة العشق لا يعرف سوى اللون الأبيض أو الأسود فإذا أحببت فلا تعشق وإذا صادقت فلا تتعلق صدقني يا صديقي إذا أردت الاستمرار في علاقتك مع من تحب فخفف التواصل المستمر والقرب الزائد والاهتمام المتكلف حتى يكون في البعد شوق وفي القرب سعادة ويبقى في العلاقة طاقة فالنفس تمل والجسد يكل أيها العاشق اللاصق التمسك بالآخر ومحاولة الاحتفاظ به تقتل مشاعر الاشتياق وتشعر الطرف المقابل بالاختناق فالعلاقة كالوردة كلما أمسكتها أطول ذبلت وإذا ذبلت سقطت أيها العاشق الغارق سبب الوحدة التي تشعر بها هو نتيجة رؤيتك لشخص واحد بأنه الجميع لا تسمح لأحد أن يكون من ضرورياتك في حين أنك على هامش حياته لن يستطيع أحد أن يخذلك إلا إذا كنت متعلقا به بشكل مبالغ فيه ومن تعلق بشيء عذب به صدقني يا صديقي لا أحد يستحق دموعك والذي يستحقها لن يدعك تذرفها لن تقف الحياة على فقدان أحد لكنها قد تمضي بشكل مختلف لبعض الوقت فلا تدع قطار حياتك يتوقف كثيرا عند محطة الألم واحتفظ دوما بتذكرة الأمل أيها العاشق المحب بعض الذكريات التي لا تموت تميت فتخلص منها تخلص من مشاعرك عندما تصبح ضدك وأغلق النافذة التي تؤذيك حتى وإن كانت تطل على منظر يعجبك وتأكد يا صديقي أن عقلك لن ينساه ما دام قلبك يريده ولكن كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا المشاعر فإنها تبدأ كبيرة ثم تصعر أيها العاشق دع قلبك في الخارج واسمعني بعقلك لا يكن حبك كلفا حتى لا يكون بغضك تلفا فأحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما فقوانين القلوب بلا قانون وعواطف العشق عواصف العشق من طرف واحد يحول العلاقة مع مرور الزمن إلى عداوة والعشق من الطرفين لا يستمر أكثر من سنتين بالمتوسط فلكل شيء توقيت ومدة حتى المشاعر لها تاريخ صلاحية ومهما طالت العلاقة بينكما فإن مصيرها إلى الاعتدال أو الزوال فإن كان الحب يجعل الزمن يمضي فإن الزمن كذلك يجعل الحب يمضي أيها العاشق الحزين رحيله عنك ليس نهاية قصتك بل نهاية دوره في قصة حياتك أكمل الكتابة فما زالت الحياة مستمرة واصبر تنتصر واعزم ولا تتردد وأخرجه بلا عودة من صندوق قلبك سيعيده الشيطان إليك سيزينه لك سيذكرك فيه فاصبر تنتصر وتحمل ولا تنكسر فألم الحرية خير من ذل العبودية تركه دواء والدواء مفيد وإن كان مرا كان ابن عباس رضي الله عنهما يطوف بالكعبة ويقول أعوذ بالله من العشق يرددها فاستعذ بالله منه واستعن بالله عليه واستغفر الله منه واملأ قلبك حبا لله حتى لا يجد أحد من البشر مكانا يعبث فيه اقطع خطوط الرجعة وتخلص من ذكرياته الجميلة والمرة واستعن بالقرآن فهو شفاء الصدور وعلاج القلوب جفف منابع العلاقة فلا تسأل ولا ترقب ولا ترسل ولا تنظر إياك أن تحاول العودة أو تجرب الرجعة فالمشاعر فوارة والإرادة خوارة فلا تختبر قلبك قبل أن يكمل الدرس والعاقل لا يتعثر بالحجر نفسه مرتين فاسأل الله الثبات وردده في داخلك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولا تجعل في قلبي أحدا سواك أيها العاقل لا يملك الإنسان قلبه ولا يستطيع التحكم في مشاعره ولكنه يملك لسانه وقادر على التحكم في أفعاله فإذا عشقت فأضمر وإذا تولعت فاكتم واحذر أن تشعل فتيل قلبك بنظم أشعار الحب وتتبع قصص العشاق وأغنيات الغرام ولا تطلق العنان لبصرك لأنك قد تحتاج إلى نظرة لتعشق ولكنك قد تحتاج العمر كله لتنسى تلك النظرة فاحفظ بصرك أيها العاشق جمال الوردة لا يبرر لك قطفها فراقب الله في قلبك واتق الله في غيرك ابتعد عم من ليس لك فوحل العلاقات ممزوج بين مباح غير متاح ومتاح غير مباح فلا تلطخ قلبك فيه أيتها العفيفة الشريفة الحائط القصير يغري اللصوص والشيطان ثالث الرجل والمرأة في أي علاقة بينهما والعشق نظرة فخطرة فخطوة فاصرف النظرة وتجاهل الخطرة وامنع الخطوة وتذكر أن الكثير من الرجال عابث يتنقل بين قلوب النساء فلا تقبل إعارة قلبك لسارق أيتها العفيفة هم يريدونك كالقمر حين يبدو بجماله للناظر فيتغزلون به وينظرون إليه وينظمون القصيد فيه فاحتشمي لتكوني كالشمس تحرق من يقترب منها وتعمي من يحدق فيها أيها الرجل العاشق الزواج للعشق علاج وهو نهايته السعيدة وفطرته السليمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح فإن كان متاحا فتقدم وإن كنت عابثا فستندم فالأعراض دين ودين فإن كانت العلاقة يتعذر فيها الزواج كعشق رجل لامرأة لا يستطيعها أو عشق رجل لرجل فاستعن بالله وألح عليه بالدعاء أن يخلصك من هذا الداء وعالج قلبك من خلال عقلك فإن القلب يقوده الخيال وتحركه الذاكرة فلا تستذكر لحظاتك الجميلة معه ولا تتخيل جميل محاسنه ومفاتنه حاول أن تتذكر بعض مواقفه السلبية معك حاول أن تتخيل وتتذكر مناتنه ومساوئه فهو بشر فيه ما في البشر ويحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر تحكم بعقلك فالعقل مصنع ينتج المشاعر والقلب يشتري ويبيع فأحسن إدارة مصنعك ابتعد عن المعشوق وهجر أماكنه واقطع تواصله ومزق رسائله وألغي متابعته وحضر حسابه انشغل عن من تحب ما تحب زاو الهواياتك وانغمس في اهتماماتك ومارس الرياضة واقضي وقتا في القراءة أكثر من الصلاة فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر والعشق إن خرج عن الفحشاء لم يخرج عن المنكر وحرر نفسك من قيد العشق وابدأ حياتك بلا أثقال وعلم أن الحب الحقيقي أن تخاف الله في من تحب لتعبر معه إلى الجنة فتبتعد عنه لله وتتركه من أجل الله وتفر منه إلى الله الحب الحقيقي يا صديقي أن تقدم لمن تحب كل ما يريد ليكون كما يريد الله منه الحب الصادق أيها العاشق أن ترحل عنه حين تعلم أن البقاء معه عبث والانجذاب إليه رفث والقرب منه خبث والاجتماع به يجعل الملتم شعث همسة أخيرة بعض الرجال يدفع الحب ليحصل على الجسد وبعض النساء تتنازل عن الجسد ليستمر الحب فاحذري أيتها العفيفة يا من أحب فتاة الزواج أقصر خطوة وأحسن فكرة يا من أحب شابا عشقك له انتكاس وانحطاط خالف الفطرة أيها الشاب المعشوق إياك أن تجعل جسدك سلعة تعرضها للمشترين وتبيعها لمن يدفع أكثر أيها الشاب الوسيم عندما تبالغ في الاهتمام بشكلك وملابسك وشعرك فستلفت انتباه الذكور فقط أما الرجال فجمال روحك هو ما يجذبهم إليك أيها الأب أياتها الأم عندما تعطش عاطفة الأبناء فسيبحثون عن الماء دون النظر إلى سلامته ومصدره فاسقوهم حتى لا تمتد أيديهم إلى من لا يخاف الله فيهم هذا هو جوابي إلى أهل العشق أرميه في البحر لعل من يقرأه ينجو من الغرق منصة خطوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر